من جديد يحتل العراق مرتبة متدنية في مراتب التقدم والازدهار في العالم موقع التنمية الاقتصادية المستدامة الأمريكي نشر حديثا تصنيفا يدرس مدى قدرة البلدان على تحويل ثرواتها إلى رفاهية لشعوبها فجاء العراق في ذيل القائمة محتلا المرتبة 118 الموقع التابع لمجموعة بوستون الاستشارية استخدم مقياسا يسمى الثروة لمعامل الرفاه واعتمد تصنيفه على عشرة أبعاد أساسية تم من خلالها تقييم البلدان وهي الاستقرار الاقتصادي والدخل السنوي وخدمات الصحة وجودة التعليم وتوفير فرص العمل والمجتمع المدني والحوكمة والبيئة والمساواة والبنية التحتية بمجب التصنيف هذا تذيل العراق قائمة البلدان التي تهتم بتحويل الثروة إلى رفاه مواطنيها تماشيا مع مستويات دخلهم وكان ترتيبه 118 من أصل 252 دولة وفي سيق توضيح الأسباب وتحليلها قرأ تقرير لموقع The Atlantic الأمريكي الأوضاع في العراق جيدا قائلا أن الفسادة وعدم الكفاءة والإدارة المافيوية للموارد في العراق تسبب بإدار موارد هائلة كان يمكنها أن تمنع تفاقم الأزمة في البلاد وتتعامل مع قضايا ذات أثر بعيد المدى مثل شحة المياه والتغيير المناخي الموقع الأمريكي ذهب أبعد من ذلك مرجحا للأسباب هذه فرضية خروج جنوب العراق من مصاف الأماكن الملائمة للاستيطان البشري فوضع العراق حسب الموقع يتراوح بين نموذج دولة المعونات والمنح الغارقة بالفقر ونموذج بعض دول أمريكا الوسطى أي الدول الهشة التي تتنازعها المافيات والعصابات ومنذ عام 2003 تعاقبت على العراق حكومات عدة سرقت أمواله وهمشت الخدمات التي يجب أن تقدم له ولمواطنيه وظهرت آثار ذلك جلية من خلال تراجع كبير في نمو جميع قطاعات الحياة في البلد هذه الحقائق أكدها مؤخرا عضو اللجنة المالية البرلمانية رحيم الدراجي بقوله أن مجموعة ما دخل ميزانية العراق منذ عام 2004 وحتى اليوم هو نحو ألف مليار دولار وأن مجموعة ما تم هدره بسبب الفساد المالي والإداري هو 320 مليار دولار وهو مبلغ كاف لبناء العراق لكنه ذهب لجيوب الفاسدين ترجمة نانسي قنقر